وكمان من ضمن حاجات الايام اللي فاتت دي كارتيرون بعت ايميل رسمي وبيهدد نادي الزمالك وكارتيرون في طريقه ان يرحل ومشكلة وكارسة كبيرة واخناء مع رئيس نادي الزمالك والمجلس والمشرف العام كلام من هذا القبيل ده اللي منتشر الفترة اللي فاتت عن نادي الزمالك نبتدي مع بعض كده بموضوع كارتيرون تمام كارتيرون كان متعود ايام اللجنة السابقة انه بيقبط كل يوم 30 في الشهر تمام بقى في كده يوم معين في التزام من اللجنة السابقة انه لازم يقبط يوم 30 خلاص فما فيش مشكلة الراجل كان مسافر وكان فيه اجازة ومعرفش ايه وسافر الفلوس بتحول للراجل على حسابه البنكي بالدولار تمام جي المجلس الحالي وعدة النهاردة سبعة هو جيه مبارح وابتدت القصة تطلع من مبارح يعني فات ست ايام فقط على راتبه اللي هو يوم 30 يعني مش متأخره شهرين تلاتة مثلا لا ده فات ست ايام من الشهر الجديد طب ايه اللي حصل الطبيعة والمنطقة يا جماعة اما بتيجي لجنة جديدة او بيجي مجلس جديد ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان عشان احول فلوس احول فلوس لمستر كارتيرون من البنك بالدولار لابد ان يكون فيه امضة معتمدة من نادي الزمالك طب الامضة المعتمدة من نادي الزمالك اللجنة اللي فاتت اللي مشت ودي مش اول مرة تحصل كان فيه امضة قبل كده ايام اللي هو عماد عبد العزيز زي ما كان فيه امضة قبل كده بتاعة المسشار احمد جلال ابراهيم دلوقتي المسشار احمد جلال ابراهيم لازم يرجع تاني طبق امضته فإن اللي بيحصل دلوقتي بيعتمد بتعتمد الامضة بتاع المجلس الحالي وبامضة المسشار احمد جلال ابراهيم عشان يرجع يمضي وتحول الفلوس لمستر كارتيرون لان انا احول هلو ازاي الا ما يكون فيه امضة معتمدة وبالتالي المواقع ما بتحبش تسأل ده او ما بتحبش تقول ده لا هي عايزة تعمل بروباجاندا وعايزة تعمل عنوين رنانة عشان في الاخر كارتيرون في مشاكل في الزمالك كارتيرون ماشي كارتيرون قصة موضوع سهل جدا موضوع انت لو سألت هتعرف فيه امضة بتتغير مع وجود مجلس جديد عبال ما يتم اعتماد الامضة بيتم تحويل المبلغ وتم ابلاغ مستر كارتيرون بالقصة